بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بصراحة لو الواحد فينا بعد عشرات السنين وألف مئات وألوف الكتب من أجل أن يوفي سيدنا رسول الله حقه ما استطع بأي لفظ أصوغ الدرة بيانا وأسبك القول بين الناس عقيانا وأمدح المصطفى جلت مواهبه محمدا خير خلق الله إنسانا ماذا أقول وهل أحصي محاسنه وكيف تحصى لمثلي كيفما كان وكيف لي برسول الله أشكره وما أوفي رسول الله شكرانا يا سيد الرسل الأعلام إن لكم فضلا يزيد على الأمطار تهتانا لو لا كما شاع شر الله في بلد ولا قرأنا عن الإسلام قرآنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أذكر لك أهم خمس حقوق من حقوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به لتؤمنن به ولتنصرنه أساس إيمان كل إنسان أساس دخول الإنسان الإسلام أساس دخول الإنسان الجنة الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن يقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وبيقول لسيدنا عمر إنه لا يكمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من والده وولده وحتى من نفسه فسيدنا عمر قال له من والدي وولدي لكن من نفسي قال حتى أكون من نفسك يا عمر قال أنت أحب إلي حتى من نفسي يا رسول الله لأن نفس تأمرك بالمهالك وسيدنا النبي لا يأمرك إلا بكل نجاة النفس لا تدعو إلا إلى الشقاء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوك إلا إلى السعادة النفس دائما لا تأمرك إلا بالسوء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بالخير فهو أولى بك من نفسك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأساس حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة سيدنا النبي طيب رقم ثلاثة الحق التالت مظهر المحبة طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لطاعته المثال الأول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش فقال أيها الناس إني رأيت الجيش وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعهم قوم فمشوا على مهلهم فنجوا وكذبت به طائفة فصبحهم الجيش فاكتاحهم وأهلكهم المثال الثاني إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه فهو يزبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم حتى لا تتفلتوا مني إلى النار المثال الثالث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت الملائكة ومعهم جبريل فسيدنا جبريل الملائكة بتقوله إنه نائم فقال سيدنا جبريل إن العين نائمة والقلب يقزانوا اضربوا له مثلا فقالوا مثله يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل ملك بنا دارا وجعل فيها مأدبة عظيمة وأرسل داعية يدعو إليها فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة قالوا أولوها يفقهها قالوا أما الملك فهو الله رب العالمين والدار الجنة والمأدبة نائم الجنة والداعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا دخل النار أو هو إلى المشيئة فالحق الثالث من حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع الحق الرابع من حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله اثنينهم فسياق الآية وتعزروهما وتوقروهما لكن جاء السياق وتعذروه بالضمير المفرد فكأن التعزير والاحترام لسيدنا النبي احترام لله وتوقير سيدنا النبي توقير لله فلابد من تعظيم سيدنا النبي ما تقولش قال محمد في الصلاة ماشي اللهم صلي على محمد بالاتباع لكن أنا أرى الأدب ما تقولش أبدا قال محمد قال سيدنا ده سيدنا وتجرسنا أنا سيد ولدي آدم ولا فخر الحق الخامس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة الصلاة مشية هتيجي معانا ولا لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالصلاة على سيدنا رسول الله تفرج الكربات بالصلاة على سيدنا رسول الله تجبر الخواطر بالصلاة على سيدنا رسول الله تفتح الأبواب المغلقة بالصلاة على سيدنا رسول الله ننال سعادة الدنيا والآخرة اللهم آمين شكرا جزيلا